نحن مشاهدين للمزيد حول الخفايا المتعلقة بقوانين الموازنة والتي تعيق التمرير لليوم الثالث على التوالي تنضم إلينا الآن عضو الحزب الديموقراطي الكردستاني السيدة ميادة النجار أهلا بك سيدة ميادة وبنشرة الرئيسة عبر دجلة بداية نبدأ من بيان البارتي الأخير أكدتم على أن تكون الموازنة متوافقة مع اتفاق إدارة الدولة هل كانت الموازنة مرضية لطموحاتكم في هذه النقطة تحديدا؟ تحية طيبة لحضرتك وزمينك العزيز ولمشاهدي الكرام طبيعي حكومة قيم كردستان أكيد لنا متطلبات ورؤية استراتيجية طويل الأمد نحن ليس فقط لدينا رؤية على قيم كردستان الطبقة على أرض الواقع بل لدينا رؤية استراتيجية طويل الأمد للعراق الاتحادية لأن نحن نظام اتحادي نريد أو منريد فالدستور هو الحاكم قبل تشكيل الحكومة الاجتماعات والمفاوضات كانت تدار حسب الدستور الاتحادي اللي احنا الشعب صوتنا على هذا الدستور الفيدرالي قبل تشكيل الحكومة اتفقنا على كيفية تصدير نفط الإقليم وكيفية فتح الحساب وكيفية ليس فقط مشكلتنا موازنة مع الاتحادية لدينا جملة من الملفات العالقة بين الطرفين بعد 2003 حتى هذه اللحظة لم تحل أي ملف من الملفات لأن هناك أياد خفية وأياد علمية تفسد الاتفاقات التي تجري بينها كبار أنا أقصد بالكبار والصغار الصغار يفسدون الاتفاقات الكبار الصغار بعقولهم والصغار بأفكارهم يفسدون الاتفاقات الكبار الذي يريدون أن يحلون هذه الملفات العالقة بين الطرفين لدينا ملف بيشمرقل لدينا ملف مادة 140 كاركوك ملف النفط لحد الآن ليس لدينا قانون خاص بالنفط والغاس فلماذا؟ لحتى يأخذونه كرت ضغط على أقليم كردستان في مسألة نفط والغاس طيب سلاميدي أرحب بك معنا مرة أخرى وأشكرك مرة أخرى على قبل دعوة الحوار اليوم بيانكم أكد على إفشال مؤامرة وأنت تحدثت بأن هناك أيدي حاولت لربما تخريب أو وضع بعض النقاط التي لربما لا تتناسب معكم ما هي هذه المؤامرة؟ وما هي هذه الخفايا التي تحدثتم عنها والتي رافقت جلسة التصويت؟ نعم المؤامرة هي تصغير الإقليم كردستان والتعامل معها كمحافظات مباشرة مع الاتحادية بموجب الدستور إقليم كيان دستوري إذا نحن كإقليم كردستان كيان دستوري نختلف عن المحافظات العراقية صحيح نحن جزء من الاتحادية ولكن لم نكن محافظة مثل باقي المحافظات الاتحادية فحقوقنا حتى في الموازنة المحافظات الإقليمية تضمن رواتب الموظفين أيضا ولكن المحافظات الاتحادية الحكومة هي مسؤولة عن دفع رواتبهم وليس تدرج في الموازنة إذن نحن كإقليم كردستان لا نريد المؤامرات ضد إقليم كردستان وتصغير إقليم كردستان لأن لا يستطيعون تصغير دور الإقليم فدور الإقليم وإقليم على أرض الواقع تختلف تماما عن الاتحادية فإذا نحن نظام اتحادي خلي نحترم النظام الفدرالي كما الدول يحترمون نظامهم سواء كان جمهوري أو فدرالي أو أي نظام من النظم الموجودة على أرض الواقع فنحن كإتحادية لدينا واردات داخلية كإقليم لدينا واردات داخلية ولدينا واردات النفط لم تكفي لدفع رواتب الموظفين واستحقاقاتهم فيجب الاتحادية تكمل على هذا المبلغ حتى يكون شيء اسمه مقاصة فيعملون الحكومتين المقاصة إذا واردات الإقليم أكثر من الصرفيات ودفع الرواتب فنسلمه للخزينة الاتحادية وإذا كان أقل فيجب الحكومة الاتحادية تدفع الإقليم كردستان فإقليم إذن جزء من الاتحادية لماذا لا تقوم الحكومة الاتحادية بدورها بدور الأبوي وبدور الاتحادي طيب سيادة النائب يعمي ما هو موقف النواب الكرد حاليا تحت قبة البرلمان وما يدور في غرف الاجتماعات بينكم وبين الكتال الأخرى مع الأسف وبكل صراحة قبل كان دور سوشيال ميديا والإعلام مخفية ليس مثل اليوم فكان الاتفاقات التي تدور داخل البرلمان وفي قاعة البرلمان كانت تنشر في الجروبات وفي سوشيال ميديا وكل الشعب العراقي وشعب أقليم كردستان كانت ترى ولحد الآن ترى هذه المؤامرات والمواقف التي تجري داخل قبة البرلمان فحزب من الأحزاب الكردية مع الأسف الاتحاد الكردستاني يعمل بكل جهده ويصنفه إنهم فازوا لأن وضعوا فقارة إضافية في مادة 14 حتى أقليم كردستان حتى الاتحادية تتعامل مع السليمانية مباشرة إذا حكومة الأقليم لن تدفع رواتبهم فالسؤال هنا حكومة أقليم كردستان لديها وزارات وتدفع رواتب الوزارات والهيئات التابعة للحكومة إذا الموظف سواء كان بارتي أو يكيتي أو من التغيير أو من الجيل الجديد فكيف حكومة أقليم كردستان تستطيع تدفع رواتب الديمقراطي ولم تدفع رواتب الاتحادية يعني حزب الاتحادي نعم طيب سيدة ميادة يعني الآن نستطيع أن نقول بأننا تجاوزنا العقبة الأكبر وهي المادة 14 في الموازنة تعتقبة البرلمان طيب هل هناك نقاط خلافية أخرى عدى هذه المادة لا أعتقد هناك مادة خلافية أكبر من هذه المادة هذه المادة كانت العقبة الأكبر كان حزب الديمقراطي الكردستاني دور الحزب هو دور أبوي ودوره حفاظ على كيان أقليم كردستان كيان دستوري وهذا الكيان لم نأخذه هباء أو هباء من أي أحد نحن أخذنا وبنينا أقليم كردستان بدماء شهدائنا وبنضالنا بتدمير مناطقنا بتدمير قرانا بدماء آلاف من الشهداء فكيف أنا الكردية أستطيع أن أطلب من الأحزاب ومن العصائب ومن الأحزاب الأخرى العربية الشيعية أو السنية أطلب منهم يضمون صوتهم ويصوتون ضد الإقليم ولم يتعاملوا كأقليم بل تصغير الإقليم ولكن هم صغروا نفسهم صغروا حزبهم الجمهور عرفهم على حقيقتهم الجمهور عرف من يدافع عن حقوقهم في قبة برلمان الاتحادي ومن يطلب الهبات والإنجازات لنفسهم نعم طيب يعني عن المادة 14 تضمنت تشكيل لجنة مشتركة بين المركز والإقليم وذلك للإشراف على عائدات النفط ما هي حيثيات هذه التفصيلة تحديدا نحن كحكومة إقليم كردستان ليس لدينا أي مشكلة في التدقيق أصلا نحن كحكومة الإقليم عدد الموظفين أدنى بايومتري الاتحادية لحد الآن ليس لديهم بايومتري أدنى شركة ديترويد يشرف على تدقيق واردات النفط فحتى الحكومة الاتحادية ورقابة المالية ليس لدينا أي مشكلة يشرفون على الواردات الإقليم واردات النفط والواردات الداخلية وأيضا أود أشرح الحضرتك والمشاهدين الكرام لما كنت نائب وكنت مع الوفد المتفاوض سلمنا جميع الأوراق والداتا والسيدي أسماء الموظفين أسماء المتقاعدين يعني الواردات النفطية وواردات الغير النفطية بتفاصيلها للحكومة وللبرلمان وللجنة المالية ولكن عدد من العقول المتجمدة الحاقدة على أقليم كردستان يأخذون هذه المشكلة والملف ويستغلونها ويستخدمونها كسلاح ولترضيط جمهورهم لأن لحد الآن هم فشلوا ما قدموا شيء لجمهورهم بل يقولون نحن وقفنا ضد تسليم استحقاقات الإقليم وهذا ليس استحقاق إقليم بل إقليم يأخذ استحقاق بصرة ولكن هذه بعيدة عن الصحة إقليم كردستان لم يأخذ حصته التي تستحقها كيف تأخذ استحقاقات بصرة فهذه تضليل للحقيقة وتضليل للشارع فهذه عدد من السياسيين والفشلة يضعون ويأخذون إقليم كردستان شماعة فشلهم وليس لديهم أي مادة يتكلمون بها فقط إقليم كردستان وإزدهار إقليم كردستان مع الأسف نعم عضو الحزب الديموقراطي الكردستان يا سيدة ميادة النجار شكرا جزيلا لك لانضمامك معنا في نشرة الرئيسة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك